نصل الآن إلى صفحة المنتصف الرياضية وفي أنهتم بكرة القدم ومنافسة كأس الكاف نهدت بركان أنهى دور المجموعات متصدرا لمجموعاته وتفاصيل معك الحسن جابري بتميز أنهى فريق نهدت بركان دور مجموعات كأس الكاف هذا الموسم فتغلب في الجولة السادسة والأخيرة على ضيفه الملعب المالي بثلاثة أهداف دون رد ليحسم صدارة المجموعة الرابعة بعدما كان الفريقان معا قد ضمن تأهلهما إلى دور الربع في هذه المجموعة أهداف فريق نهدت بركان تنوب على تسجيلها كل من السنغالي بول فاليري باسين في الدقيقة السبعة والثلاثين ثم يوسف الزغودي في الدقيقة السادسة والثمانين ومحمد مرابط في الدقيقة التاسعة والثمانين الفوز كان الأول لفريق نهدت بركان رفقة مدربه التونسي معين الشعباني منذ سلم مهام الإشراف عليه قبل ثلاثة أسابيع الرابع للفريق في المجموعة الرابعة التي تأهل عنها متصدرا بأربع عشرة نقطة ومن دون هزيمة متقدما بفريق أربع نقاط عن خصمه ووصفه الملعب المالي على أن أحد أبرز مفاجأة دور مجموعة كأس الكاف تمثل في إقصاء النادي الإفريقي التونسي بعد تعادله أمام ضيف أكاديميكا الأنجولي بهدف لمثله لينهي مشواره في المجموعة الثالثة في المركز الثالث فريق نهضة بركان الذي بات ممثلا وحيدا للمغرب في الكؤوس الإفريقية بعد إقصاء الوداد الرياضي من مسابقة دور أبطال إفريقيا سيتعرف على خصمه في ربع نهائي في الثالث عشر من هذا الشهر موعد عملية سحب القرعة بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة